اشتركوا في القناة المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي نتعرف من خلاله على الثروات الهائلة لأرض السودان الواعدة بالخير الوفير من الموارض الطبيعية المتجددة ذات الفوائض الصحية الاقتصادية والبيئية مثل الصموة العربي الفول السوداني السمسم الكركدي الحب البطيخ العرديب التبلدي والقائمة تطول من هذه الخيرات نتعرف من خلاله عبر حلغات متنوعة على مراحل انتاجها وتصنيعها واستخداماتها المختلفة في شكل ملفات نعرض من خلال أهم المعلومات والنتائج العلمية والمعارف المحلية من اختصاصيين وخبرة في المجال ومنتيين إذن أهلا ومرحبا بكم في أولى ملفاتنا المشاهدون الكرام ونحن داخل غابة قوس أشجر النموزية المعروفة بغابة الدموكية وهي أحد أكبر الغابات البحثية في العالم للصمغة العربي تغينا بعدد من الباحثين يتجولون داخل هذه الغابة لإجراء تجاربهم البحثية فنلتغي بأحد الباحثين أهلا ومرحبا بكم السمغة العربية هو من المحاصيل الغابية الغير خشبية ذو الأهمية العالمية نتيجة للعديد من المواصفات الخاصة به وهو في تعريفه هو الناتج الإفراز الناتج من شجرة الهشاب والأشجار القريبة منها اللي هي شجرة الكاكاموت وشجرة الطلح هذا الناتج هو مادة كاربوهايدوريتية بتنتج بواسطة الأشجار اللي بيسموها الكيشيات أشجار هي شوكية وهس قبا شوية كنت أنا بيوري في أحد الأخوان وبشرح لأحد الأخوان الاختلافات بيناتهم من حيث الشكل هذه الأشجار المنتجة للسمق فيها اختلافات شكلية حيث يعني إذا لاحظنا في في قعدة الأشواك حق هذه الأشجار عموما بنتكلم عن أنه السمق العربي هو من المحاصيل المهمة جداً الآن إحنا بنركز فيه في أبحاث السمق العربي وكل شغلنا يصب في إنتاج تغاناة تعمل على زيادة هذا المنتج زيادة رأسية نتيجة لأنه المعروف أن هذا الدولة والسودان عموماً أو كل العالم الآن أصبح أصبحت هناك مشكلة في مساحات الأرض كان في السابق أن الناس تزيد الانتاجية أو تزيد الانتاج بالزيادة الأفغية لاستزرع هذه الأشجار أما نحن في أبحاث السمق العربي كل الجهودات التي بزلت محصورة في أن يتم زيادة هذا المنتج زيادة رأسية عن طريق إنتاج تغاناة عديد من التغاناة ده ما يعني ما جصبنا نوضح في الدخول تعتبر شجرة الهشاب من الأشجار المهمة جداً في قرب السودان وخاصة عندنا نحن في بلاي الشمال كردوفان وممكن نحن في بلاي الشمال كردوفان بنقع في قلب هذا الحزام حزام الصمغ العربي وأيضاً نحن في بلاي الشمال كردوفان ممكن يكون عندنا برضو ميزة في نوعية الصمغ اللي بينتج ونحن يعني صمغة الهشاب اللي بيعرب بالصمغة الكردوفانية وشجرة الهشاب عندها تأثير الاقتصادي الكبير هي ما شجرة فقط يعني بتنتج الصمغ وهو ذلك المنتج السحري من هذه الشجرة الذي يعني تحدث عنه الكثيرين يعني في كشة تابقة على الأرض ويدخل في كثير جداً من الصناعات ولكن الشجرة دي أنحن عندها تأثير كبير جداً عندنا في الزراعة لأن هذه الشجرة هي واحدة من ميزاتها الأساسية تثبيت النيتروجين في التربة وأنحن في منطقة بتاع الزراعة التغليدية وتوصف هذه المنطقة بأنها منطقة بتاع الزراعة عضوية وبالتالي أنحن ما بنستخدم الأسمدة والشجرة دي الله سبحانه وتعالى جابة لنا هنا عشان تثبيت لنا أنها تروجين وثبيت لنا الأسمدة وبالتالي يعني حتى كل الزراعة المتكررة لهذه الأرض لعدد من السنين لكن بتلقي أنه الأرض بتاعتنا دي هي قابلة لأنها تنزرع وقابلة لأنها تنتج وده بفضل شجرة الهشاب شجرة الهشاب داخلة كثير جدا في ما يرف عندنا بالزراعة الغابية يعني إحنا مزارعنا في شمال كوردوفان بيزرع شجرة الهشاب وبيزرع بجنبها المحصول بتاعه وبطوق الصموغ بتاعه وأيضا بيعلف الحيوانات بتاعته في فترة الصيف من القرون بتاعة الشجرة بتاعة الهشاب وبالتالي بنلقى أنه الشجرة دي شجرة عندها يعني بتدخل في كل الأنشطة بتاعتنا كل أنشطتنا الحياتية في ريفنا في شمال كوردوفان هي بتدخل وبالتالي هي عندها غيمة كبيرة جدا 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 عند أخواننا المزارعين والمزارعات ونحن بنوصي بأخواننا المزارعين بأنه يعني هذه الشجرة يحافظوا عليها وخاصة أنهم معارفين فايداته كويس وأيضا أخواننا في البحثة الزراعية يعني بنوا بحثهم على هذه الشجرة وخاصة بعد دخول الآلة في الزراعة في هذا القطاع أصبحت هناك أشكال لزراعة هذه الأشجار على شكل أحزمة على شكل مصدات رياح حتى أنه نساعد في أنه الشجرة دي تكون موجودة شجرتنا موجودة بتاعت الهشاب معها محصولنا سواء كان فول أو كان سيمسيم أو غيره أو كركديه ومعها أيضا الحيوان بتاعنا ده تكامل نحن دائرينه بنصبه ليه ويكون بصورة علمية بيساعد في أنه استدامة هذه الشجرة في هذا القطاع الشجرة نحن محتاجين أنها يتم استدامتها محتاجين أنه يتم استزراعها بكميات أو بمساحات كبيرة أو كميات كبيرة لأنه نحن نتكلم عن تغيرات مناخية نتكلم عن يعني هذه الشجرة تدخل في التغير المناخي تدخل في الاختصاد تدخل في البيئة تدخل في كثير من المناحي مناحي الحياة بتاعتنا أنه إحنا زي ما بقوله أهلنا هنا في كردوفان الهشابة دي بيتنا يعني شجرة الهشاب هي بيتنا وأي زول بيكون حريص إنه يعني يربي أبناء وبصورة جيدة ويكون يعني واستثمر فيهم استثمار جيد حتى إنه يعني يكونوا نافعين له ويكون نافعين لنفسهم ويكون نافعين لوطنه من أنتج الهشاب دي نحن من صغار من الحش من حشة الوطن والشجرة بتاعته الهشاب دي نحن من بربرة ومن نظفة طبعا دي نحن عياتنا الوحيدة وده الصنبال العرب الوحيد الدول اللي هي اللي بتستعيمه وبتاخد الفائدة فيه وبتقدر تعرف مقاتاته كلها أول نحن أخواننا شجرة دي والله من استعزباه شديد من ربيع من فترة سنة وسنتين وثلاثة وأربعة سنة اللي عنده خمسة سنة من تبدأ في الطاق منطوقها فرع واحد من الناحية الشمالية واحد بس في البداية الثلاثة الخمسة سنة السنة البعادة الثانية منطوق فيها فرع فرعين واحد من صبع واحد من غرب لما تعمل سبعة سنة منطوق فيها ثلاثة فرع أربعة فرع سنستفيد منا يلا السمو ده نحن حمايته الوحيدة من نحميه مننا الكبر من نحميه مننا البهايب لا منخلي جمل بجلوه لا منخلي عزب تجلوه دي الحاجة المضرة ودهين تانية الوحيدة نحن أخوان انتنا سا الدول اللي بتصارع في السموغنا الغال اللي بتبيعوا بالدولار ده هتنتفلين انحن الناس المنطوق هالهشاب ده إذا أصلاً احنا ما تقينا الهشاب وانتجناه يتمعها تنقوه مهما تزرعوا تفوتوا الوضع كلها بيضيوا رعيين لشبال كردفال البحوثة الزراعية بشبال كردفال بجامعة جامعة كردفال دي بيضيوا بتنقوها وبتنجوا بتزرع من الناس هم اللي بزرعوا الهشاب ديل هم شنم احنا هم المواطنين من عشح الشاشة ومن نظف ومنعمل عناية دي مهمتنا الوحيدة الحقيقة لشبال كردوان بتنتاج بانتاج الصمغة العربي كمحصول قابي اساسي الولاية فيها حوالي اكتر من عشرين في المئة من مساحة الولاية هي واقعة داخل حزام الصمغة العربي فبالتالي ده فرصة اساسية يمكن التدخل فيها في اشاء مزارع لانتاج الصمغة العربي والان ممكن تكون فيها حوالي سبعة مليون فدان للتدخل بانتجراع الصمغة العربي حقيقة نحن في في هذه الفترة بنعمل على اخراج الخارطة الاستثمارية لبلاشواء كردوان هذه الخارطة تضمت المشروعات الاستراتيجية مشروع تعمير حزام الصمغة العربي في استجراع الصمغة العربي وفي اكمال سلسلة القيمة لمنتج الصمغة العربي باقامة صناعات للصمغة العربي وصولا الى مرحلة صناعة البدرة الرزازية في ولاية شمال كردوان والمقاومات في مجال الاستزراع وفي مجال التصنيع وفي مجال المناعة التحتية كلها اكدت قيام مثل هذه الصناعات في ولاية شمال كردوان وده بيأتي لانه انساء شمال كردوان هو عنده خبرة كبيرة جدا في مجال الاستزراع للصمغة العربي وفي مجال الانتاج من مراحل مختلفة من طقل لقيت لده وصوله الاسواق الاساسية للصمغة العربي في مجال كردوان ويعتبر سوق الوبيض اكبر سوق لانتاج السمغة العربي الولايي بتنتكي حوالي في اخذ احصائية 50% من انتاج السمغة العربي غير السودان فلقاه مثلا في اسيا في الهند وفي باكستان وفي سلطان العمان وفي دول فيه الهشاب بصورة بسيطة هي دول بورتريكو وعلى البرجين آيلاندي في البحر الكاريبي في افريغيا بنلج الهشاب في الجزو الغربي من الساحل الافريغي في المدارية او شي في المدارية من السنغال موريتانيا مرورا بين نيجيريا والنيجر وتشاد افريغ الوسطى والسودان بطبيعة الحال وشرغا في اريتريا واسيوبيا وفي الصومال في افريغيا برضو في الجزو الاوسط في اوغندا وفي كينيا وموزنبيق وحتى جنوب افريغيا دي كلها موجود فيها الهشاب لكن الدول الكثيرة الموجود فيها الهشاب دي نلقى ان السودان هو المتميز عن جميع هذه الدول وانه بينتج اكتر من تمانين في المية من الانتاج العالمي والمصدر للهشاب طيب بما انه السودان يتميز يعني حازين نعرف الحزام برضو في امتداده في داخل السودان بيمتد من وين وبيمر باي من الولايات وانتشاره في داخل السودان داخل السودان يوجد الهشاب يسمى بحزام الصمغة العربي حزام الصمغة العربي هذا بيمتدى بين تخطي عرض 10 و 14 درجة شمال خط الاستيواء شرغا من ولاية القضارف وكسلة حتى ولايات كردوفان ودارفور غربا ولاية دارفور وكردوفان يتمسلين 74% من الهشاب الموجود في السودان في ولاية الشمال كردوفان المساحة بتاع حزام الصمغة العربي هي عبارة 12 مليون فدان منها 5 مليون فدان من أشجار الهشاب منها 3 مليون فدان من الأشجار المنتجة اللي الصمغة العربي داخل الولايات يتمسلين 7% من مساحة الولايات طيب بالنسبة للنيل الأزرق والأراضي الطينية طيب الهشاب هو يوجد في نوعين من التربة في التربة الرملية في عدلة الأمطار ما بين 250 ل 450 مليمتر أما في الورايات الطينية ذي النيل الأزرق والنيل الأبيض نلقاه في محددات أمطار أكثر من 50 مليمتر لك خلق اشتركوا في القناة موسيقى موسيقى اليوم نحن في بنك تلجينات الحقيق هذه الأشجار التي تنمو أمامنا التي نراها الآن تم استزراعها منذ العام 2004 والغرض من استزراع هذه الأشجار هو حفظ الجينات الوراسية لأشجار الهشاب لما لها من أهمية كبيرة جدا في البيئة والاقتصاد وغيره ولأن هذه الأشجار ذات قيمة اقتصادية عالية لا بد من حفظ جيناتها الوراسية وحفظ الجينات الوراسية يتم بعدة طرق إحدى هذه الطرق هذه الأشجار استزراعها بأن تكون أشجار حية محفوظة في مكان معلوم ومحدد والجدير بالذكر أن هذه الأشجار تم جمع بزورها من أشجار في مناطق معينة معروفة محددة تلك الأشجار معروفة المصادر يعني أمهات معلومة إنتاجيتها معلومة وبالتالي تم استزراعها في مسافات متساوية وتركنا هذه البيئة التي هي حولنا أن تكون كالغابة بغطائها الأرضي وغطائها الفوقي الأمر الثاني من يعني أو الهدف الثاني من استزراع هذه الأشجار هو عملية التدريب وهذه العملية تشمل تدريب طلاب البكلاريوس وطلاب الماجستير على كل العمليات الفلاحية التي تتعلق بأشجار الهشاب من عمليات الاستزراع عمليات المتابعة عمليات الشلخ عمليات التفريد عمليات الطق يعني وعمليات الإنتاج وغيرها من عمليات مع بعض الحصاد بالإضافة إلى ذلك تزرع هذه الأشجار في هذا المكان لممارسة الاستزراع الغابي أو الزراع الغابية لمعرفة إنتاجية المحاصيل ومعرفة إنتاجية النباتات الأخرى وبالتالي حينما تزرع أشجار الهشاب مع المحاصيل الزراعية كالسمسم والفول والكركدي وغيرها نلاحظ أن الإنتاجية تكون مختلفة عما إذا زرعت هذه المحاصيل يعني لوحدها في غير بيعة أشجار الهشاب لماذا؟ لأن أشجار الهشاب هي إحدى الأشجار البقولية تدبع لعائلة البقوليات وهذه الأعيلة معروفة بأنها تلعب دور كبير جدا في البيئة لأنها تقوم بتثبيت النايتروجين الجوي في التربة حتى يستفيد منه النبات الاستفادة الكبرى وبالتالي يزداد إنتاج هذه النباتات وكذلك بالمقابل تزداد إنتاجية أشجار الهشاب المفيدون الكرام هذه هي البداية لمعرفة كنز من كنوز الأرض الواعدة متعدد الاستخدامات والفوائد وقل ما يمكن أن نصيفه به أنه غذاء الصح والجمال إلا أن نلتغي في صفحة أخرى من ملف الصموة العربي استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة